أخبركم بأنني شاب أبلغ من العمر 23 عاما ومتزود والحمد لله ومتزم بالشرح ولكن جوزتي لا تقبل بلبس الحجاب قائدة إن والدتها هي التي قالت لها لا تلبس الحجاب بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا أوجهك بأنه يجب أن تجم امرأة في الحجاب لأن هذا واجب ترعي وترك الحجاب ما فيه ولا يجب لك أن تتفاهل في ترك هذا الواجب وقولها إن أمها أمرتها بذلك هذا لا يجب الطاعة فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في ما فيه في الخالق لا تجد طاعة المخلوق لا الوالد ولا غيره إذا أمر بما فيه وترك الحجاب ما فيه لا يطاع فيه أحد لا يطاع الله سبحانه وتعالى الواجب عليك أن تجمها بالحجاب فأن تأخذ على يدها ولكن كل ما كان ذلك طريق الحتلة والموعظة والإقناع فهو أحسن وإن لم تنتظر لا بد من إنجامها بذلك أو خرافها إذا أصدرت على ذلك يجبكم الله خير أيضا له ملاحظات أخرى على زوجتها ليقول فيها شخصالة إنها أيضا تخطئ بعض الأخطار وتفعل بعض الأعمال وربما تكون شركية فإذا نصحتها قالت إن والدتها قالت اسعد الكذا إما إنها تخرج من البيت هكذا يقول عنها دون إذن وقد سألتها إلى أين تذهب قالت إلى منزل والدتها الذي يبعد عنها بأربعة كيلو متر ما هو رأي الصيخ فالح في هذه البيت وكذلك لا يجب لها الخروض من بيت زوجها إلا بإذن لأن طاعة زوجها راجبة عليها لا يجب لها يتخرج إلا بإذن لا لزيارة أمها ولا غير ذلك وأما أنها تعمل معظم خالفات وتقول إن أمها كذلك إن أمها أمرتها بذلك فكما ذكرنا هذا جزء طاعة المخلوق كما في حسن خالف ولا فيما أنك ذكرت أنها تعمل أشياء من الشركيات هذا خطر عظيم هذا خطر عظيم إذا كان هذا العمل ليسعمله من الشرك الأكبر فهذا يفهدون منه ويفهد العقيدة وإن كان شرك من صار فهو يلقي العقيدة وهو وسيلة من الشرك الأكبر الواجب أنه لا تزول طاعة المخلوق في مصير الخالف قال تعالى وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهم على وهم واقتصاله في عامين أنشكر لي ولي والدي فأمين المصير وإن جاهدات على أن تشرك به ما ليس نك به علم فلا تتعهما إلا أمرتها أمها بالإشراك لا فإنها لا تتعهما كذلك إذا أمرتها بمصير بين الإشراك فإنها لا تتعهما لأنها لا طاعة المخلوق في مصير الخالف جزيوكم الله خيرا وحسن أوليكم